يبدو أن الآثار الصحية السلبية لانتشار فيروس كورونا حول العالم لن تقتصر على الصحة الجسدية حيث حضر علماء في جمعية مايند الخيرية للصحة النفسية في بريطانيا من الآثار السلبية لانتشار الوباء على الصحة النفسية للمصابين وغير المصابين مشيرين الأمكانية أن يشهد العالم ارتفاعاً ضخماً في عدد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية بسبب طول أمد الأزمة تحذير يتناسق مع استنتاجات عدد من الدراسات حول تأثر العامة بالقلق والعزلة بسبب انتشار فيروس كورونا العلماء دعوا إلى استخدام الهواتف الذكية لمراقبة الحالة النفسية لأكثر الفئات عرضة للتأثر بالظروف الحالية لسيما الأطفال والعملين في الخطوط الأمامية في قطاع الصحة الأمر لم يكن أفضل حالاً بالنسبة لسكان الدول التي فرضت قيوداً خفيفة على التجول حيث يعانون من القلق الدائم أثناء الخروج للتنزه مع وجوب تفادي الاقتراب من الناس التواصل مع الأصدقاء والأقارب عبر الإنترنت وممارسة أنشطة رياضية في المنزل والانشغال بالهويات المفضلة أبرز النصائح التي قدمها العلماء لتفادي الإصابة بالاكتئاب بسبب الأزمة من السابق لأوانها الوقوف على مدى الضرر النفسي الذي تسبب فيه انتشار الوباء لكن العلماء أكدوا على أن عدداً كبيراً من الأشخاص يعانون من غياب الدعم النفسي اللازم لتفادي أثار أزمة قد يتول أمدها انتشار الواطف